لما تتكلم على عظماء الكرة في العالم وعلى مدار تاريخها الأساطير الحقيقية لما تقول أسماء زي ديستفانو، زي إيزيبيو، زي يوهان كرايف، زي مارادونا، زي بيلي، زي ميسي ورونالدو دلوقتي لازم تقول اسم ماريو كامبس الفتى الزهبي للبرازيل، نجم نجوم العالم في 78 صحب بصمات واضحة جدا طبعا مع منتخب الأرجنتين وكان ليه فضل كبير بالمناسبة في تحقيق الأرجنتين لأول ألقابها في بطولات كاس العالم هي ما حقيتش غير لقبين لقب جابه ماريو كامبس ورفاقه سنة 78 ولقب جابه مارادونا ورفاقه سنة 86 لكن يبقى الحقيقة ذكريات 78 مع ماريو كامبس وحضراتكم شايفين طبعا مهارة ولا أروع لعب كان طبعا واحد من أساطير الكرة زي ما قلت مش بس في الأرجنتين، في العالم كله هدف من طراز فريد وبالمناسبة هو بالأرقام تالت الهدفين التاريخيين لمنتخب التانجو وفي كاس العالم الحقيقة حقق لقب أو حقق لقبين ما تكرروش في تاريخ كرة القدم العالمية غير مع ثلاث أسماء كان ماريو كامبس واحد منهم ومعاه بيشترك في جارينشا طبعا نجم البرازيل وباولو روسي نجم إيطاليا في كاس العالم 82 وهو الانفراد بالحصول على جيزة أفضل لاعة في بطولة كاس العالم وفي نفس الوقت تفوز كمان بلقب الهدف الجولدن بول والجولدن فوت أو الجولدن بوت زي ما بيسموها ده اللقبين اللي حققهم طبعا كامبس وكان هدفه التاريخي فيه النهائي طبعا الأسطوري أمام هولندا كفيل بحسم اللقب لصالح المنتخب الأرجنتيني إنجازاته الحقيقة مش بس مرتبطة بالكرة الأرجنتينية لكن الحقيقة كمان كالليب وصمات كبيرة جدا في الكرة الأسبانية وتحديدا مع الخفافيش فريق فالينسيا اللي قدر يحقق معاه لقبين من ألقاب الليجة عشان تحقق لقب في الليجة الأسبانية وانت بتعبش مع ريال مادريد أو برشلونة دي تعتبر معجزة لكن كامبس ما اكتفاش بلقب واحد لكنه حقق لقبين وبالمناسبة سكواد المنتخب الأرجنتيني الحاصل على لقب بطولة كاس العالم كان في التوقيت ده ماريو كامبس هو الأرجنتيني الوحيد المحترف في الخارج شرف كبير لنا طبعا أن يكون معنا اسم كبير في الكرة العالمية زي ماريو كامبس اللي هنتكلم معاه في حاجات كتيرة جدا منها ما يتعلق بالكرة الأرجنتينية وانجمها ومنها ما يتعلق طبعا بفرص منتخب الأرجنتين في كاس العالم القادم 2022 ماريو كامبس برحب بيك طبعا وبشكرك شرف كبير أنك تكون موجود معنا في السادسة على شاشة الأهلي الحقيقة فكرنا كتير إزاي نبتدي لقاءنا معاك وما كانش فيه أفضل من أن احنا نفتكر المباراة النهائية في كاس العالم 78 اللي جمعت بين الأرجنتين وهولندا ولعبت فيها دور البطولة إحساسك إيه في اليوم ده بعد انتهاء المباراة وبعد تحقيق الأرجنتين لأول ألقابها في بطولة كاس العالم سنة 78 طبعا كانت مباراة صعبة للغاية وكان علينا أن نحارب كثيرا من أجل أن نفوز بهذا اللقب نعم البطولة كانت على ملعبنا ولكن هذا لم يكن يعني أن الأمور كانت سهلة فكان هناك حمل كبير على كواهلنا لأننا نلعب وسط جماهيرنا المباراة كانت صعبة للغاية المنتخب الهولندي كان يمتلق خبرة أكثر منه ولكن من خلال الروح والرغبة الكبيرة في أن تصل إلى أن تكون بطل العالم هذا هو ما ساعدنا أن نكون أبطال العالم أنا أعتقد الظاهر في الصورة في وراك هذا كانت مباراة صعبة الصعبة أو الشرطة التي تسهلتها في كاس العالم أو هل هذه مختلفة جواز تانية أو مختلفة؟ السؤال عن الجوائز الذي ظهرت فيه خلفية الصورة الجولدون بوت الذي فوست بيه كهداف كأس العالم وأيضا أعتقد دي الكرة الزهبية التي توجدت بها كأفضل لعبة في بطولة كأس العالم 78 طبعا نحن نتكلم على واحد من أساطير الكرة الأرجنتينية وبالمناسبة ماريو كامبس كان من حيث ترتيبه في الهدفين بيجي على طول بعد ليو ميسي وبعد باتيجول أو جابريال باتيستوتا الهدفين التاريخيين لمنتخب التانجو لكن إسهاماته مهم جدا طبعا نعرف التأثير إسهاماته كانت كبيرة جدا في بطولة كأس العالم 78 بدأ في الأدوار الحاسمة طبعا دي مباراة النهائية مباراة من مباراة التاريخية كمان عموما في كأس العالم يعني نهائي كلاسيكي بيجمع بين هولندا الطحونة الهولنداية في التوقيت ده بنتكلم على واحد من أقوى منتخبات العالم ده طبعا جمهور الهولندي في المدرجات وبنتكلم على الأرجنتين التانجو التي لم تحقق اللقب من قبل أول ألقاب هتحقق في 78 على إيد ماريو كامبس جيل يمكن تظلم كتير جدا وعموما في الفترة دي أو في التوقيت ده كان مفيش الانتشار كبير قوي اللي بنشوفه النهاردة لنجوم الكورة كانش في حاجة اسمها السوشال ميديا كانش في حاجة اسمها الساتيلايت كانش في حاجة اسمها أنك تتابع الدوريات الأوروبية يعني بالكتير قوي كان ممكن تتفرج على متشاط كأس العالم فبالتالي الظهور ما كانش بنفس القوة والكسافة وأعتقد لو جيل ده كانت متع بنفس الإمكانيات والمميزات اللي احنا شايفينها النهاردة مرادونا في بداياته يمكن لعب جانب كامبس دي لقطات من مواجهة الأرجنتين والتحاد السوفيتي في التوقيت ده لكن الحقيقة كامبس قدر يخطف كل الأضواء في بطولة 78 ويسجل الأهداف الحاسمة اللي مكنت المنتخب الأرجنتيني مش بس من التجاوز المنتخبات الكبيرة في التوقيت ده لكن كمان الوصول للمباراة النهائية والمكسب على حساب منتخب هولندا بالمناسبة والده برضو كان لعب كرة في الأرجنتين لكن طبعا ما اعتقدش أنه حقق النجاح أو وصل للمكانة لو اتفرجته على أهدافه اتكلم على لعيب أولا مهاري جدا طبعا الجسم أو القوة والسرعة موجودين فيه بشكل كبير جدا لكن كمان هو مش بس مجرد هداف لكن هو لعيب كمان مهاري جدا لعيب عنده القدرة هتشوفه كتير من الأهداف بيحطها من كور سابتة برجليل اتنين بيقدر عنده قدرة كبيرة على تزديد بقوة وبدقة شديدة بكلتة قدمي يعني بيلعب باليمين والشمال بنفس الكفاءة طبعا يجيد تماما فكرة ألعاب الهواء وجزء كبير برضو من الأهداف لسجلها ماريو كامبس دي ترئيسة طبعا في نص يارضة وتخليصها جوه الشبكة بتاعتقدها منتخب بلجيكا فمهاجم من طراز رفيع مهاري سريع قوي بيجيد اللعب براسه وبرجله اليمين وبرجله الشمال عشان كده كان واحد دي واحدة من الكور طبعا الكور السابتة اللي بقول لحضراتكم عليها ورغم الحقيقة يمكن أنه حقق لقب كاس العالم مع منتخب الأرجنتين لكن كمان قدر وانت بتتكلم عن الأرجنتين طبعا واحدة من المنتخبات القواية والمرشحة دايما لأي بطولة لكن كمان قدر يحقق إنجاز صعب جدا إنجاز فريد من نوعه أنك انت زي ما مارادونا نجح مع نابولي مثلا والنابولي ما كانش من الفرق الكبيرة قوي في إيطاليا في التوقيت ده وقدر يحقق معها ألقاب ماريو كامبس بعد كاس العالم وعلى مرحلتين قدر يحقق لقب الليجة الأسبانية مع فريق فالينسيا اللي يمكن بعتقد إنه محققاش ألقاب تانية بعد مرحلة ماريو كامبس مجموعة طبعا من أهدافه الرائعة اللي سجلها مع منتخب الأرجنتين واشتغل طبعا مع مشواره الاحترافي أعتقد استمر الفترة طويلة جدا في الملعب حتى ما بعد كاس العالم أعتقد في أوائل التسعينيات أعتزل ماريو كامبس ولكن تولى تدريب عدد من أواخر التمانينات اعتزل وتولى تدريب عدد من الفرق منها في الأرجنتين ومنها خارج الأرجنتين ماريو كامبس بيرجع لنا مرة تانية خليني أدخل معاك في موضوع نسختين من كاس العالم أو لقبين لكاس العالم حققتهم أو حققهم منتخب الأرجنتين نسخة 78 وكنت صاحب دور البطولة فيها ونسخة 86 وكان ديجو أرماندو مارادونا ومن التوقيت ده والأرجنتين بعيدة كل البعد عن لقب كاس العالم من وجه رغم توالي أجيال والحقيقة ونجوم كبيرة جدا بفتكر منهم ريكالمي أورتيجا وصولا طبعا للأسطورة الجديدة في الأرجنتين ليو ميسي في رأيك ليه بتاعدت الأرجنتين عن التتويق بلقب كاس العالم حقيقة الأمر أن الأمر الذي يتعلق ببطولة العمل فالأمر ليس سهلا الأمر يتطلب أن تمتلك أفضل لعبين في العالم الأرجنتين كانت قريبة للغاية من حصد اللقب في البرازيل في 2014 أمام ألمانيا ولكن لم تستطع الأرجنتين الفوز في هذه النسخة رغم أن ألمانيا سجلت هدف واحد فقط ولكننا لم نستطع العودة في المباراة أنت واجهتوا ألمانيا كثير جدا في نهايات كاس العالم يعني يمكن تكون أكتر درب يتكرر في نهايات كاس العالم كان الأرجنتين ألمانيا أنتوا خدتوا مرة وهما خدوا مرتين أو أنتوا فزتوا مرة وهما فزوا منكم بلقبين طيب خليني أسألك على النسخة اللي جاية من كاس العالم قدم في كرة القدم لا توجد أي حسابات أو أي منطق قد تكون الأفضل ولا تفوز وقد تكون الأسوأ وتفوز في النهاية في كل فترة من الفترات بيكون في نجم قادر على قيادة الأرجنتين وقيادة المنتخب بشكل قوي يخليها تنافس أنت عملت دف 78 أعتقد أنك تتفق معي أن ديجة وارماندو ماردونا عمل دف 86 والكثير توقع أن ميسي هيقوم بنفس الدور ولكنه لم ينجح حتى اللحظة هل تتوقع أن ميسي قادر على تحقيق لقب كاس العالم مع الأرجنتين في النسخة اللي جاية أتمنى بالطب أتمنى بالطب أتمنى أن يستطع ميسي أن يقود الكرة الأرجنتينية للقب هو قادر على هذا الأمر ووضع النجمة الثالثة على صدر القميص ولكن الأمر ليس بالسهولة التي نراها الأرجنتين قادرة الآن على حصد اللقب بعد تحقيق لقب كوبا أمريكا كتير رأى أنه انضمام ميسي لباريس سانجير ما أثر بشكل كبير جدا على مستوى يعني خلينا نتفق تراجع بشكل كبير هل تتوقع أنه قادر على استعادة مستوى اللي عرفناها واللي شفناها بيه في برشورنا قبل بداية البطولة أتمنى بالطبع أن أرى ميسي كما كان في برشورنا من أجل المنتخب الأرجنتيني ومن أجل بطولة العالم لأنه اللعب الأفضل في العالم على مدار سنوات طويلة وكون الأرجنتين تمتلك لعب مثل ميسي فأعتقد أننا قد نستطيع أن نتواج بلقب العالم كنت مع أو ضد فكرة انتقاله البيه جي وتركه البرشورنا حسنا كانت هناك مشاكل كثيرة في تلك الفترة مع النادي لا نعلم ماذا حدث في حقيقة الأمر ولكنها المشكلة في النهاية تخص ميسي أتمنى أن يصل إلى المنتخب الأرجنتيني في المبارتين المقبلتين في التصفيات وأن يكون في أفضل صورة لكي يستطيع أن يقود المنتخب الأرجنتيني لبطولة العالم أنت واحد من الهدفين التاريخيين لمنتخب التانجو اللي هيفتقد الحقيقة واحد من المهاجمين المؤثرين جدا في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وهو كون عجوارو طبعا بداية شفت إزاي قصة نهايته مع ملاعب كرة القدم وشايف مين ممكن يكون البديل الأمثل لكون عجوارو في منتخب التانجو في بطولة كاس العالم أعتقد أن الأمر صعب للغاية لم أستطع أن أتقبل هذا الأمر كيف حدث المشكلة معقدة للغاية الأمر معقد للغاية بالنسبة لأجوارو لا يمكن التحدث فيه بتفاصيل كثيرة ولكني أعتقد أن أن الفريق بشكل عام في قطر هو النجم الأرجنتين لا تعتمد على نجم واحد بعيني أعتقد أن الأرجنتين تمتلك قائمة قوية من اللاعبين أعتقد أنه سيكون فريق كبير وسيحالفه الحظ في المنديالة المقبل هل بتشوف أن تشكيلة سكالوني الفرصة الأخيرة لها هي تحقيق لقب كاس العالم اللي جاي؟ وهل على الأرجنتين تجديد دماء منتخبها مرة تانية سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى حتى الجهاز الفني طبعا اللي بيقوده حاليا سكالوني؟ في كل نسخة من المنديال يكون هناك آمال كبيرة لكي نكون أبطال العالم لا تعلم في النهاية إن كان المنتخب الأفضل هو الذي سيتوج باللقب في النهاية ما يمكن أن يفعله اسكالوني هو أن يمتلت فريق تنافسي يكون قادر على المنافسة على لقب بطولة العالم هذه هي كرة القدم قد تفوز باللقب أو لا تفوز في النهاية يمكن الحقيقة على مدار تاريخ طويل جدا نجحت الأرجنتين وإحنا يمكن قبل يعني مقابلة ماريو كامبس مباشرة عن عرضنا الحقيقة أنه الدوري الأرجنتيني والأندية الأرجنتينية عندها قدرة كبيرة جدا على تصدير اللاعبين لأهم أندية العالم إزاي بتشوف تأثير ده على الكرة الأرجنتينية سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية لا اليوم الأمر يختلف تماما لأن المنتخب الأرجنتيني يستفيد من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الدوريات خارج الأرجنتين أعتقد أن هذا الأمر يؤثر بالطبع بشكل إيجابي على المنتخب أعتقد أن أن تمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على المستوى الدولي هذا أمر مهم للغاية ولكنه في النهاية لا يضمن أن تكون بطل العالم خلينا أسألك على مشوارك التدريب وأعتقد أنك أنت توليت كان لك أكثر من تجربة تدريبية لماذا فكرتش؟ وهل لم يعرض عليك أنك تتولى مسؤولية المدير الفني لمنتخب التانجو منتخب الأرجنتين؟ لا لا لم يخطر على بالي في يوم من الأيام أن أتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني ليس لم تأتي لأ الفرصة ولا أبحث عنها لا أعتقد أني أرغب في هذا الأمر بمناسبة عالم التدريب يهمني كمان أسألك على واحد من أهم الأسماء في عالم التدريب في الوقت الحالي الأرجنتيني طبعا سيميوني مدرب أتلاتكو مدريد إزاي بتشوف يعني تجربته مع أتلاتكو مدريد وإزاي بتشوف فرصه أو حظوظه في يوم من الأيام في تولي مسؤولية المنتخب الأرجنتيني أعتقد أن المدربين هناك مدربين للمنتخبات وهناك مدربين للأندية أعتقد أن سيميوني مدرب جيد جدا للأندية لأنه يعمل يوما بيوم مع اللاعبين يخوض المبوريات كل أسبوع ويخوض بطولات عديدة ولكن على العكس على مستوى المنتخب ولكني أعتقد أنه أن بالنسبة لسيميوني شخصيا أعتقد أنه لا يفضل أن يضرب المنتخب لأنه يريد أن يكون بجانب اللاعبين يوميا طيب بعض الأسماء اللي يمكن عليها كلام أو التقارير الصحفية بتتكلم على انتقالهم في الفترة اللي جاي من نجوم الكرة الأرجنتينية يهمني أسمع رأيك فيهم وفي مشوارهم رأيك أو رؤيتك لمستقبلهم في الملاعب البداية مع لو تارو مارتينيز طبعا مهاجم الإنتر واحد من اللاعبين الواعدين جدا والذي أصبحوا من النجوم المهمة جدا في الدوري الإيطالي كلام على انتقاله الدوري الإنجليزي كلام على أنه ممكن يكون خليفة لمحمد صلاح في ليفر بول هل بتشوف الأفضل لي أنه يستمر مع الإنتر في الدوري الإيطالي ولا ياخد خطوة تانية في نادي عنده قدرة أكبر على المنافسة على الألقاب الأوروبية الأهم الأفضل بالنسبة له هو بطولة العالم في الوقت الحالي هي التي ستساعده على أن يحدث طفرة في مسيرته أعتقد أن الأمر الحديث عن الانتقال إلى أي نادي هو صادق لأوانه في الوقت الحالي أعتقد أن الأهم في الوقت الحالي هو الانضمام للمنتخب الأرجنتيني وتقديم أفضل مال دا أنا كان يهمني أسألك كمان على باولو ديبالا لأنه في بعض الأخبار التي تتكلم عن رحيل ديبالا عن اليوفينتوس وانتقاله في بعض الأندية المهتمة بالتفاوض معي أبرزها أو لداخل في الصورة بشكل كبير جدا الأرسنال الإنجليزي أعتقد أن ديبالا لعب كبير للغاية وقضى سنوات عديدة في القرى الإيطالية وتحديدا في يوفينتوس أعتقد أنه لعب سسنائي وأعتقد أن انتقاله إلى أرسنال ستكون خطوة كبيرة في مسيرته وستساعده على التطور كثيرا أعتقد أن الأفضل في الوقت الحالي هو الاستعداد للمونديال مع المنتخب أعتقد أنه قدم مستويات كبيرة للغاية في يوفينتوس ولكني أعتقد أن من الأفضل أن ينتقل إلى خطوة أخرى كنت يعني لعب لي ستايل متميز جدا تتمتع بإمكانيات كبيرة مهاجم خطير بشكل يعني ما تكررش كتير الحقيقة مين من اللاعبين بتشوف أنه ستايله من اللاعبين من جيل حالي مش بالضرورة من الأرجنتين يعني من أي جنسية بتشوف أن ستايله أو طريقته أو إمكانياته قريبة إلى حد كبير جدا مع ماريو كامبس أعتقد أنا كنت لعب وسط في المنتخب الأرجنتيني كانت هناك مباريات كثيرة أخوضها كلاعب وسط وهناك مباريات أخرى لعبتها كمهاجم ولكن حسنا لا يمكنني أن أقارم بأحد لأن المقارنات في كرة القدم صعبة للغاية ولكني سعيد للغاية بما قدمته وإذا كان هناك لاعب يشابهني فإني لم أرى حتى الآن هل بتشوف أنه جيل 78 بإنجازه طبعا التاريخي كأول بطولة كاسة العام لأرجنتين خد من التأدير أو خد من المرضود المعنوي ما يوازي حجم الإنجاز أعتقد أن الأرجنتين دائما ما كانت دولة كرة القدم فيها تمتلك أهمية كبيرة بالنسبة لنا في مونديال 78 الأرجنتين لم تكن جيدة على المستوى السياسي الأمور لم تكن جيدة ولكننا كنا نلعب كرة القدم وهذا الأمر كان يهم قطاعات كثيرة وأعتقد أن الفوز بلقب المونديال كان كافيا لو في كلمة توجيها لسكواد الأرجنتين اللي هيلعب بطولة كاسة العالم اللي جاية إيه الرسالة اللي تحب أنك أنت توجيها الأمر الصعب للغاية أعتقد أن الأمر يتخطى كون النصيحة مجرد ارتداء قاميس المنتخب الأرجنتيني لا يتوجد هناك كلمات قد تعبر عن هذا الشرف فارتداء قاميس بلدك لهو شرف كبير للغاية والله أنت ختمتها ختمها ميسك زي ما بيقولوا بشكرك طبعا شكرا جزيلا نجم الأسطوري طبعا للكورلة الأرجنتينية والكورلة العالمية ماريو كامبس نجم العالم في 78 بشكرك شكرا جزيلا والحقيقة هختم لقائي معاه بالكلمة اللي قالها أنه ارتداء تيشرت منتخب بلدك عالم منتخب بلدك على صدرك بتمثل 100 مليون شرف لا يضاهيه شرف آخر خلينا نتكلم أكتر على مصر والسنغال الموجهة المنتظرة فسا ديسا بس بارد الفرس